الفساد في ملف التعليم بالعراق واحد من أهم الملفات التي كانت سبباً في تراجع هذا البلد وانحداره الأمر الذي أثر فيه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً حتى أصبح على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم يعاني العراق اليوم بسبب منظومة فساد تنخر في صرح التعليم الذي شهدت له المنظمات العالمية كمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم يونسكو بأنه الأفضل من بين أنظمة التعليم في المنطقة إلا أنه بعد الاحتلال الأمريكي في عام 2003 انحدر في ظل الحكومات المتعاقبة إلى أدنى مستوياته بتخطيط أمريكي إيراني للسيطرة عليه ونشل الفساد والجهل بشكل غير مسبوق على حين كشف الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط الحالية عن وجود أكثر من 7600 موظف أمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية الشهادات المزورة الصادرة من الداخل والخارج كان لها أثرها الكارثي في جميع الصعود فبلغت نسبة التزوير في الشهادات الصادرة من إيران وحدها نحو 99% بحسب وزارة التعليم العالي الحالية وكالة فرانس بريس نقلت عن مصادر أكاديمية عراقية تاكيدها تورط ثلاث جامعات لبنانية خاصة في الأقل بقضية بيع الشهادات لمئات العراقيين منهم نواب وأشار مراقبون إلى فضيحة الشهادات المزورة التي بلغت نحو 27 ألف شهادة من جامعات لبنانية مثل الجامعة الإسلامية التابعة للمجلس الشيعي الأعلى وجامعة الجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم الأحزاب والمليشيات المتنفذة أدارت ملف التعليم بأسوأ طريقة عرفها تاريخ العراق فأهملت التعليم واغتالت الكفاءة العلمية ثم نشرت أتباعها من الجهلة بشهادات مزورة وشرعت القوانين لحمايتهم مما ينذر بكارثة كبيرة في هذا المجال الذي يعتمد عليه نهوض البلد وتطوره حتى أصبحت الشهادات لا قيمة لها لسهولة الحصول عليها بالتزوير والاحتيال